مرحبا بكم انيقاتي وقرر بوتاني نقول لكم واحد السرب في واحد اللي كاكت جي رائعة والديدة وشكل ديالها كيجي انيق والمادق تيجي خيالي كنتمنى كاملين تتابعوا معايا المرة حيلوا طريقة ديال تحضير باش حصولات تحفك فما كيبال لكم هنايا اول حاجة غادي نحتاجوها غادي نحتاجو فلمكونات ربعا ديال البيضات اللي غادي يكونوا كاملين كاس ديال عنبا ديال السيد كاس ديال عنبا ديال السكر كاس ديال اليوغورت بالفاني التقيق غايتون حسب الخاليط هنا جوج اكياس ديال الفاني وهنايا غادي نحتاجو ثلاثة الاكياس ديال خميرة من فئة 8 جرام اول حاجة غادي ندروها غادي ناخدو البيض غادي ندرو ربعا ديال البيضات غادي نضيف واحد القبصة ديال الملح غادي ندرو السانيدة كيف مكلكم كاس ديال العنبا وغادي نطربوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم ومن بعد غادي نضيف الفاني غادي نبقوك نطربوا ذاك البيض حتى غادي نحصله على واحدة الكتافة اللي غادي تكون تقيلة شوية ومن بعد غادي نضيفوا اليوغورت وغادي نضيفوا اليوغورت ولا كاس ديال دانون ديال بنكهة الفاني غادي نضيفوا الزيت كاس ديال عنبا ديال الزيت وغادي نضيفوا نطربوا شوية المكونات ديالنا وغادي نضيفوا الدقيق اللي غادي يكون جوج كاس ديال العنبا ونص وغادي نضيفوا ثلاث اكيس ديال الخاميره وديال الحلويات من فئة ثمانية جرام ومن بعد غادي نحاولوا غير بشوية غادي ندمجوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم وإلا ما كانش عندكم العبار ديال كاس العنبا ممكن تديروا الدقيق حسب الخالد من بعد غادي نوريكم الكتفة ديال العاجين غادي نطربوا غير بشوية كيف ما كيبلكم كيجي واحدة الكتفة اللي هي ما كتكونش سائلة وما كتكونش قاسحة غادي نطربوا المكونات ديالنا مزيان في واحد المولة غادي يدخل الفرن انا هنا استعملت ديال الجاج كيف ما كيبلكم دهنتوا بواحد شوية ديال الزيت ولا الزبدة ومن بعد درت عليه واحد شوية ديال الطاقيق غادي نخوضك الخالد ديال الكيك كيف ما كيبلكم هدا والقوام اللي غادي نحصلوا عليه اما بالنسبة لتزين هنا يا قدي نحتجوا واحد ديال الطفاح وغادي نحتاجوا هنا يا المكسارات عندنا واحد ديال اللوز القرقاع ما كيف مستخدموا غادي نحتجوا واحد شوية ديال الشوكولاتى لغادي يقون قطع شوية ديال زبيب وغادي نحتاجوا ثلاثة الحبات ديال ليالطفاح غادي نحكوهم بالحكاكال غليظة كيف مكيبال لكم هنا يا غادي نبقاو كنبرشو دكتفحة دينا على داك الخاليط ديال المكسارات كيف مكيليكم زبيب اللوز كوكاو غادي نضيف القرفة وغادي نخلطوا المكوينة دينا مع بعضياتهم ممكن ايضا نضيف واحد ملعقة ديال السكر هكدا باش كيجيكم حل مربة ديال التفح من الفوق انا ما ضفتش السكر تنا نحاول نقص الكيميات ديال السكريات من المكالة ديالي كاملة انتو ما ممكن نضيفوا واحد الملعقة من بعد غادي نضيفوا الزبيب من الفوق غادي نضيفوا واحد شوي ديال الشوكولات ممكن تديروا شوكولات حبيبات الى ما كانش عندكم غادي تاخدوا غادي شوكولات العادي وغادي تقطعوا طريفة رقاق هاد الشوكولات عندي انا بيدون سكر من بعد ما غادي نزينوا الكيك ديالنا غادي نضيفوا في الفورن حتى غادي تتحمر ويطيب لنا الكيك من بعد غادي رجعوا يشوفوا الشكل دياله من بعد ما خرجنا الكيك كيف ما كيباليكم ادواء الشكل دياله ممكن دهنوا واحد شوية ديال العسل ولا واحد شوية ديال مربا ولا شوية ديال النباج غير باش يعطينا ديك اللمعة لوجه ديال الكيك ديالنا من بعد ما دهننا كيبال لكم هادا والشكل دياله النهائي كيجي شكل دياله رائع كيف ما قلت لكم كيجي شكل دياله راقي والمادقت يجي رائع جدا كنتمنى تجربوا هاد الكيك ان شاء الله ما غادي شنتمو عليه وكنتمنى تنتظروني في المزيد والمزيد من الوصفات ان شاء الله كاملة حاصرية وفي القناة ديالي وكل هي مكونات اللي مضبوطة غادي نقطع معاكم واحتريف ديال الكيك هكا غادي تشوفوا كيفاش دير من الداخل ايوان ثم غادي تشوفوا الكيك كيفاش جاد كتجي رائع وكتحمر لوجه كانتمنى كاملين تجربوها والله ما غادي تندمو عليها وكنتمنى تابعوني دائما في المزيد والمزيد من الوصفات وترجعوا للقناة ديالي في الكتير من الوصفات اللي غادي تستبدو منهم كل هي وصفات ناجحة والديدة وكيفما كيبال لكم راها الصورة كتوضح لكم وصلت معكم نهاية الفيديو سنتمنى نلقاكم بأخير وعلى أخير في وصفات مقبلة وأطباق مقبلة وانتظروا دائما الجديد ديالي وكنتمنى يعجبتكم الوصفة ديالي وما تبارتجوها مع الأصدقاء والأحباب ديالكم وكيفما كان نقول لكم انتظروا دائما الوصفات اللي غادي نحط لكم انتظروا عندي بزار ديالوصفات اللي مصورين كيتسنى وغير الوقت باش نحطهم لكم وصلت معكم نهاية الفيديو وبسلام فصفة أخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا